لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد انت جيتت مصخرة بيا وتحوسوا عن الجزائريين يطبلوا فقط يطبلوا فقط الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير جيش الوطني الشعبي مؤسسة عندها دورها الدستوري تقوم به انتهى ما يحتاجش ان يطبلوا ولا نزمروا اذا خرج حل طريق راهو خالص عليها اذا راح كافح الارهاب راهو اختار هذه المهنة راهو اختارها راهو اختارها ومهنة وراح اخدم فيها ويتلقى عليها اجر والدولة متكفلة بيه ويتلقى تأمين انتهى ويتلقى كل شيء شكرا لي شكرا للشباب اللي يختاروا في هذه المهنة الصعبة انتهى الامر ولكن يوميا انني نزمروا ونطبل لازم لي القدس العسكر لا العسكر راهي مؤسسة عندها دورها البوليس راهي مؤسسة عندها دورها مؤسسات المجتمع المدني راهي عندها دورها المجلس الشعبي الوطني راهو عنده دوره كل شيء عنده دوره في المؤسسة الدولة يجي لازم لنا الرئاسة طال قدوا بابها الالكتروني عنده المخابرات لازم لتبون هذا ان قدسوه تبون العظيم وجخلي لوحده وحده للجراثيم الالكترونية في شبكة التواصل واحد يقول ولي أمرنا واحد يقول بطل واحد يقول أمة مثل هذه لا يمكن أن تصنع مستقبل الغنم فقط اللي يقصب لهم الراعي باش يطربها بذلك الصوت باش يديها وين يحبها وين يجي وقت يسرخ الشعوب عندما تقبل أن تتحول الأوطان إلى زرائب لا تلوم الحكام عندما يتحولون إلى جزارين كل مرة يذبحوا وحدة نعجة ومرة يذبحوا كمش بل يذبحوا أحيانا حتى الفحول فحول هذه الماشية من أجل فقط أعراسهم وحفلاتهم وطهورهم وزواجهم وكل شيء وحتى في جنائزهم الشعوب الحية تقبل بأدوار حية تقبل برؤى واضحة وبينة مش الرئيس اللي يجي يعطي لهم حاجة شكرا وتفرح له وتزغرت له أيتها الأمة أحيانا نشوف أمهات يستلموا مفاتيح الشقق يبدوا يزغرتوا ويشكروا الرئيس مش مزية منه يا أمة ما تشكريه أعطاك حقك هذه بلدك وتحمل جنسيتها وعندك جوازها وعندك بتاعريفها وعندك رقمك فيها من حقك تسكنك الدولة وعندك حقك في الخيرات اللي تمر فيها البلاد إذن ما تشكريش الرئيس الشعوب لا تشكر رؤسائها إن أعطاوها حقوقها إذا تحولنا إلى شكر مسؤول على أنه أدى واجبه في المسؤولية وأعطاه حقك صدقني سيمتن عليك وبعد ذلك يحرمك من حقوق حتى دائما تبقى تطرب له بالشكر والتطبيل والتزمير الأمم الحية هي التي تأتي بحقوقها وبطرق ناجحة نحن خرجنا عام عام في الحراك الشعبي ماذا حقق الحراك الشعبي أسقط عصابة بفضل لله أولا ثم دعم المؤسسة العسكرية وبعد ذلك بدأ التعود لأنه كان خطأ استراتيجي عندما دخلتم في صراع مع المؤسسة العسكرية لا يعني هذا أنه الجايد صارح مقدس كما يتواهم البعض قلنا نشركم واش كنت نقول فيه وما زالت الفيديوهات حتى في قناتي هذه وبنحيتهو مش لأنني عندما انتقطت الجايد صارح في تلك المرحلة كان يستحق النقد ولو تمكنت منه الدولة أنا ذاك ولا الشعب خرج في ذلك الوقت وسقطت النظام وسقطت الجايد صارح لا كنت مدام من الذين يدعون إلى محاكمته في ذلك الوقت لكن عندما جاء الحركة الشعبي دار ذلك الموقف عصابة إجرامية كبيرة خطيرة كانت تستطيع أن تربح الجزائريين ودير بهم حالا دار موقف تاريخي أهلا وسهلا شكرناها ليه مات على ذلك الموقف ما نجيش نحاسبه الآن على أحداث حدثت ما بعد إذا كان نحمل للجايد صارح مسؤولية أنه جاتبون نحمل أيضا دعاة الانتخابات مع العصابات اللي هما كانوا ساهموا في وصول تبون إلى السلطة لأنه في ذلك الوقت لو التقوا وحددوا مرشحة تاعهم وكذا 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 ما كانش الجايد صارح يمنعهم لو كان درتوها ومنعكم والله سأبقى أن تقد الجايد صارح إلى يوم يبعثوا لكن ما درتوهاش قالك لا نديروها لأنه ما أكيد ما يخليناش ما كانش منها في علم السياسة أكيد قوم عليه الحجة حبي تجي دير هذا الشيء هذا القايد صارح رفضه ثم ما ركعتت بشروعية إلى النقد أما ما تدير الشيء وراهم يزوروا الانتخابات ووقف على انتخاباتك وبعد لما جال إلى الدستور لما مرضت تبونه وكان في ألمانيا بدأوا هذا وكان يقولوا لا انتخابات مع العصابات ولو يدعو أيضا إلى انتخابات انتخابات يشاركوا فيها شوف المسخرة فقط لأنهم في هذه المرحلة يضغطوا فقط بس يطبقوا المادة مئة وثنين على عبد المجيد تبوني يعزلهم الحكم تبوني الآن راه وراهين عند عصابة جديدة تشكلت في السلطة وهذا للشخص أنا ما نقول هذا دفاعا عنه لأنه أعرفه بأنه ضعيف عندما تصيب إلى السلطة يا عزيزي لا عندك شعبية لا عندك أجهزة أمنية لا عندك جنيرالات معاك لا عندك حتى شيء معاك لا عندك مجتمع مدني معاك لا عندك حزب سياسي معاك لا عندك قوى دولية معاك واش رح تكون قوي؟ تقعد الهي في البيرو وحاكم الكعشة ورح تقدر تدير فيها المسخرة والله لما خير أنا نلي انتقد في السلطة وكنت تحطني في هذه الظروف رح نكون أسوأ من تبون ولكن إذا أردت أن تحقق نتائج معينة يجب أن تكون ذكي وتتماهى مع الأمور كيفاش تمشي حتى توصل إلى نتيجة مليحة أما هذه راهي نتيجة لكن تخط وخطع شوى كل واحد في صفحته الحل في عودة الحراك أي مش المشكلة في الحل في عودة الحراك الحل في كيف فما هي الأرضية التي سيعود عليها الحراك الشعب إذا استطعتم أيها دعاة دعاة الحراك ولي حط نصبتم أنفسكم على رأس هذا الحراك أن تلتقوا وتصنعوا أرضية أنا أبشركم بأن كما يقولوا تبشير النصر قد لاحت في الأفق أما من غير ذلك فأبشركم أنكم على مقربة من الغرق أما هذا هذه الحل في عودة الحراك معناها الحراك يعود يرجع في الشارع ويخرجون البوليسي يضربوه تصرى فوضى يموتوا فيها جزائريين خلينا هكذا ننتقدوا بهذه السلطة السلطة أفضل من أن يموت مواطن واحد ما قلناكمش أنا لست ضد أن يعود الحراك الحراك صار مطلب تفرضته المرحلة ولكن كيف سيعود الحراك لا يعود الحراك على الطريقة نوجدوكم في الفيسبوك الشعارات وأنتم أخرجوا كل واحد يكتب اللافتة وخلاص لا حل سقوط العصابة عودة العصابة شنقريحة العصابة الغريب هذه من الناس اللي يدعو الآن إلى عودة الحراك ما سمعتهم ينتقدوا في شنقريحة ما تفرغين فقط للقيد صالح يا جماعة القيد صالح رهو مات والقيد صالح عنده جمهوره الحراكي الذكي والمحلل السياسي الذكي هو اللي يحاول يستقطب من المفروض كيف يكون الحوار أيها الجزائريون نحن كنا مشينا في مصار افترقنا فيه ناس مشتما عن الانتخابات صدقت وعود القيد صالح وفيه ناس رفضت الآن نحن مع مرحلة جديدة الناس اللي رفضت هاي مبرراتها بأنها العصابة ستعود الناس اللي أوثاقت في القيد صالح القيد صالح مات وهاي عادة العصابة اللي حربها القيد صالح الناس اللي دخلهم القيد صالح في الحبس هاي رجعت هكذا هاي رجعت إذن تعالوا نلتقي نلتقي على مائدة واحدة ونروح لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله